تقريبا لايف كده تمام يا شباب يعني نحن هسا كيف ها قم يا عزين رجعني بس بوست جدا 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 نحن أخذنا رجعك هاي رجعك رست في الحلقة العاشرة من سيكولوية الزول السوداني هنتحدث عن إيه أنا طبعا منتظركم عشان ما يحصل فراغ بتكلم بعد ذاك المايك عندكم فيها لحظة نعم إنه نحن في الحلقة العاشرة من سيكولوية الزول السوداني ونحن نتحدث عن حركات المسلحة والسلام عن السلام أيوة كيف يتحقق السلام السياسي فعلا لا قولة والنزاعات القبلية في شرق السودان وغربه وكيف نستطيع تلمس صيغة العيش السلم المشترك في السودان أستاذ محمد جوالدين مرحب بك في الحلقة العاشرة قبل شو إحنا بدين اللايف لكن بكل أسف حصل انتربشن وحصل مشكلة فنية فتالخير وحبيبنا ياسين أنقذنا تفضل أستاذ محمد أهلا أهلا بك دكتور أنوار وأهلا بالأخ الشاب ياسين وشكرا له أن احنا طبعا بالنسبة للناس تتابعوا اللايف الماضي إنه حصلت مشكلة فنية أظنها من يعني أقدار فنية وسعينا لحل هسي وبدينا هسي نحن بدين اللايف من جديد لغاية الساعة ما جاني رابط في الفيسبوك ابقى نحن الساعة في الوقت الحاضر دي مقدمات عشان نعمل رابط للأصدقاء في الممبر الباحثين وفي صفحتي على الفيسبوك عشان نبدأ ونستطيع أن نشارك كلنا مع بعض الشيء مفروض وصلتك أيها وصلتني وصلتني جدا أيها كوريكت كوريكت طيب بنعتزر بأنه الرابط سوري اللايف الماضي حصلت فيه مشكلة والساعة نحن هنبدأ من جديد نتمنى إنه المود يرجع لأنه كان تحدثنا حوالي نص ساعة ربما أكتر من نص ساعة ولكن حصلت أقدار وبالتالي اللايف اتشطب وبقى ما عنده معنى بالتالي هنبدأ من جديد مرحبتين حباكم في ممبر الباحثين السودانين تحية المجددة لدكتور أنوار والأخ الأستاذ ياسين الذي هو السيعة الهوست بتاع اللايف شكرا ليو والآن نحن حنبدأ ونبدأ بالسؤال الأساسي اللي بدنا به قبل شوية إنه نحن عندنا أزمة كبيرة جدا في السودان أزمة كبيرة جدا متطاولة استمرت يعني عقود عديدة سنوات طويلة جدا ربما نصف قرن يعني دائما السودان فيو حروب أهلية وإنه الدولة يعني ما استطاعت يعني تعمل صيقة للعيش السلم المشترك تستوعب كل الناس نحن كلنا كسودانين لغاية هذه اللحظة هذه المرحلة الانتغالية للأسف فاشلين في إنه نعمل صيقة للعيش السلم المشترك تستوعب كل أبناء وبنات السودان كل شعوب السودان في أركان السودان الأربعة ووسطه هنا عندنا أزمة كبيرة جدا جدا ونحن قلنا بإنه الدولة الوحيدة الآن فوق كوكب الأرض الوحيدة عندها مرحلة انتغالية والدولة الآن يعني عندنا ونحن موجودين قلنا موجودين في منطقة أكثر منطقة ملتهبة في العالم موجودين في منطقة الغرن الأفريقي يعني مسجلة في جينس للأرغام في الكتابة الشهيرة بأنه أكثر منطقة فيها حروب أهلية وفيها نزاعات وفيها عدم استغرار هي المنطقة الموجودة فيها السودان جغرافيا وبنعرف الحرب بين الجنوب والشمال يعني الحرب الأهلية استمرت يعني عقود عديدة بعد ذلك حرب في شرق السودان حرب في دارفور وحروب مستمرة حرب في جبال النوب حرب في النين الأزرق وليس في السودان فحسب هناك الحرب الأريترية والأسيوبية وأريترية انفصلت عن أسيوبيا قبل جنوب السودان ما انفصل عن بقية السودان وهناك برضو الحرب الصومالية التي أدت أيضا إلى تشتيت الصومال وتشريد معظم أبناء وبنات الشعب الصومالي هناك برضو المجاعات والمشاكل برضو القبلية في الصومال وفي أسيوبيا نفسها بين الأرومو والأمهرنجا بين التكرينجا والجماعات الأخرى الكثيرة الموجودة هناك في السودان في الصومال قلناها قبل شوية نحن قاعدين في منطقة صعبة جدا جدا لازم نعاين اللي واقعنا وإنه كمان برضو كمان موقع السودان متميز جدا أكتر من بقية الدول ذاتها في الغرن الأفريقي ومتميز ممكن يكون موقع السودان أكثر تداخلا وتميزا وتميزا في العالم يعني إذا عينت للسودان الحجود بتاعته يعني من الصحراء إلى الاستوائية ومن البحر الأحمر إلى أعماق أفريغة الغربية والسودان أيضا مطل على البحر الأبيض المتوسط عبر إطلالته على مصر وإطلالته على ليبيا ومسألة الهجرة جضايا كثيرة جدا مطل على البحر الأحمر وتعبيدات البحر الأحمر المعروفة والموجودة في فلسطين وفي إسرائيل والمناطق الملتهبة في الشرق الأوسط نحن موجودين في حتة معقدة يعني فعلا وبالتالي علينا أن نشوف التعبيدات والتداخلات الموجودة مع الأغليم وتداخلاتنا مع العالم ونحن نؤثر في العالم ونتأثر به لازم نعاين للصورة الكلية ونعاين برضو لموارد السودان وكيفية توزيع الموارد ذاتها كم يعني في الحقيقة لازم نكون عارفين علميا ما عندنا دور بحث في الحقيقة لغاية السعر نسبة لأننا كلنا معظمنا كنا عايشين الأزمة ما كان في دور بحث استراتيجية الأحزاب السياسية ما قدر التطور آليات زي دي الدولة ما قدر التطور آليات زي دي عشان من خلالها يعني نتعرف على على طبيعة مجتمعنا ونتعرف على البيئة الطبيعية المحيطة بيننا من صحراء وجبال وغابات وإلى آخره يعني لذلك في نفي لبعضنا البعض في قلنا المرات الفاتت نحن ما رضيانين من نفسنا على جميع المستويات وهسي حتى كمان أنا نجبيل الشرطة لحاجة مهمة جدا إننا لما تحدث الآن هذا الحديث ما معناتنا المعلم وأنا عندي الحلول وأنا يعني خلاص كلامي ده آخر كلام وأفضل خلام في العالم لا إنما نحن كلنا بنتشاور في الأزمة ونحن كلنا بنحاول بغدر الإمكان لأن نقولنا بطنغصنا دور البحث الاستراتيجية ما موجود عندنا المتخصصين المفترض يكونوا متخصصين عشان يشتغلوا الشغل ده ويشتغلوا يعني قضايا النزاعات والسلام ويشتغلوا يعملوا لقاح للكورونا ده كلهم شغالين في السياسة يعني تيهموا على المهنيين اللي بكونوا من أطبه وصيادرة هو ما متفرق لشغله إنما متفرق برضو للسياسة للأزمة جميعنا جميعنا حتى الكتاب يعني والمبدعين والشعرة بيكتبوا شعر في الأزمة يعني نحن نعيش الأزمة تماما في قلب الأزمة كمان برضو قبيل أنا قلت ما بتخير يعني منظر محدد لأنه في ناس دي مغدمات ضرورية لأنه نحن برضو بنتحدث عن نفسيات الزول السوداني بنتحدث عن تنوعنا أنا I think I'm في البوينت يعني إنه برضو في ناس بقول لي يا أخي ألبس بدلة وكرفتة لما تتكلم أنا في الحقيقة بتكلم من البيت ما في غناء رسمية إنما دي محاولة مني إني مع الشباب المعاي في ممبر الباحثين إنه نحن نساهم بحاجة والمساهمات ضمن المساهمات العديدة يعني وما بتخير موقع ولا بتخير يعني حاجة حتى السيف ما عدا السيف السيف دي قلنا رمزي شعوب السودان وعندنا دايما فيه كلام وإنه معظم أشعار شعوب السودان بيكون فيها سيف والسيف ليس رمزا للحرب كما يظن البعض لا هو في القلور في الحقيقة ولكنه في الماضي رمزي فعلا للحرب ولكنه رمز أيضا للسلام هناك قلنا مقولة لنابليون واحد من اللواءات يعني شنو الجنرات الجنرات العظيمية في التاريخ أظنه نابليون أو إسكندر الأكبر لا أدري قال الاستعداد للحرب يمنع الحرب وبالتالي السيف عنده عشان كده نحن تحدثنا عنه كثيرا المرات الفاتت وهو كيف يعني موجود في أشعار وأدب وفنون وحكاوي الشعب السوداني دي مغدمات يعني أنا رأيتها ضرورية ليست ذات أهمية كبيرة لكنها ضرورية عشان بعد ذلك نمشي للموضوع والموضوع قلنا إنه الليلة هنتحدث عن عن السلام وأزمة السلام عن الحرب عن الحرب الأهلية المتطاولة والمستمرة في السودان مجوزة من طويل جدا وما قدرنا نوقفه وما في زول قدر يوقفه بشكل مستمر وعانى النزاعات القبلية وعانى النزاعات الموجودة حتى بين الأحزاب السياسية وفي النغابات يعني التناطح يعني الناس هم بيشوفوا بس النزاعات اللي بتحصل بين القبيلة والقبيلة ليس هذا فحسب في نزاعات بالمناسبة بين الطريقة والطريقة وفي نزاعات بين النغابة والنغابة وفي نزاعات عظيمة جدا داخل الدولة نفسها على مرة التاريخ يعني في نزاعات نزاعات نحن نعيش نزاعات مستمرة لأنه ما قدرنا نخلق صيغة للعيش السلم المشترك السلام هو ليس سلام إيقاف الحرب الأهلية لا السلام هو أن تجعل صيغة للعيش السلم المشترك تستوعب كل تنوع السودان وقلنا في الحلقة الفاتت بأنه حتى آداب وفنون السودان مش كمان الرؤى السياسية بس وتقسيم السلطة والسروة بل آداب وفنون السودان شعوب السودان أيضا عندها مشكلة وإبعاد وإخصاء من المنابر الرسمية نسبة لأنه قلنا البنيات التلاتة البتشكل السياسي وبتشكل الاقتصادي وبتشكل الصغافي وبتشكل الاجتماعي في السودان البنيات دي نفسها متشاكسة مع بعض وهي تلاتة بنيات قبل ما ندخل في الموضوع مباشرة أسمحولي دي حاجة خطيرة ومهمة جداً واتمنى أوفق بشرحها جبيل في اللايف الفاتة اللي نحن شطبناه أنا يعني شرحتها أتمنى تاني أقدر أعيدة بالضبط عشان بعد ذلك نفهم الصورة الكلية ليه في نزاع قبلي وليه في قبيلة بتقتل الأخرى وليه في صراع يعني في الريف والمدينة المدينة نفسها فيها صراع عنيف جداً بين البنيات الحديثة نفسها بين اليمين واليسار بين النغابة والنغابة النغابة دي بالمناسبة هي يعني أصلاً بنت الحداسة بنت الحداسة زي ما زي القبيلة بتنتج أحزاب سياسية القبيلة دائماً بشكل مستمر طبعاً بتنتج أحزاب سياسية وقلنا تحدثنا دائماً أن الحركات المسلحة وحركات الريف عموماً بتستند إلى القبيلة وقلنا هي في الحقيقة ما قبيلة هي شعب إنما قبائل السودان دي هي شعوب السودان السودان ده في الحقيقة لحد ما جل أتراك 1821 كان بتاع كان كنفدراليات كانت دول كان في دولة اسمها المسبعات في جبال النوبة ودولة اسمها سلطنة دارفور ودولة اسمها الفونج سلطنة الزرغاء سلطنة السنار دي داخلها ذاتها في كنفدرالية يعني هي ذاتها ما دولة بالمعنى الحديث للكلمة كانت كنفدرالية داخلها في مملكة الجعلين ومملكة الشعقية ومملكة الضناغلة ومملكة البدويت الأمالبيجة وداخلة لسه في حاجات كثيرة وبعد ذلك في كمان ثاني سلطنة مجاورة لا بشكل مستمر اسمها سلطنة الشلق في التاريخ دائما كانت موجودة شفت كيف إنه السودان قبل يدخلوا الأتراك دي ما قابل دي شعوب شعوب في يوم من الهام عندها طبولة ونحاسة وعندها نشيدة الوطني ما يشبه النشيدة الوطني وعندها إرسها وعندها أشعارة وفنونة وآدابة وعندها أحزاب السياسية اللي نحن يعني ما ما بنقدر نشوفها بالمعنى الحديث للكلمة لكن كان عندها تيارات السياسية وعندها رؤاها دي دي يعني مقدمة ضرورية عشان أجي أنا أقول البنيات التلاتة دي بتفعل فعلا كيف عشان نجي بعد ذلك نشوف الصراع على المستوى السياسي والحرب الحرب دي ذات بتنتج من شنو وتنبع من وين عشان بعد ذلك فعلا نستطيع أن نلقلها الحلول ونعمل فعلا سلام يعني سستينبول بيس سلام مستمر وسلام عادل وشامل يعني ونعمل فعلا سلام فعلا لا غولا ونعمل صيغة للعيش السلم المشترك فعلا تستوعب كل شعوب السودان ونصنع دولة إذن لأول مرة هنصنع دولة دولة المواطنة دولة العيش السلم المشترك عغدي اجتماعي يستطيع أن يحقق السلام والأمن والرفاهية لجميع أبناء وبنات السودان فوق الرقع الجغرافية الكبيرة الممتدة ده كيف بيحصل وشوفنا قلنا دائما بأنه كان في محاولات كان دائما في محاولات في الماضي للسلام مثلا بين الجنوب الحرب حرب الأهلية في جنوب السودان كان في منذ 1955 لما بدأت كان في محاولات لاستيعاب عبر الغمع والعسل ثم محاولات محاولة تهدئتها عبر اتفاقية السلام بطيئة وصغيرة لكنها دائما كانت فاشلة وكانت بشكل مستمر الحرب بتشتعل بتشتعل بشكل مستمر لحد يوم وطمر المائدة المستديرة في أيام الديمقراطية الأول الديمقراطية الثانية 1964 ولكنه لم يحقق السلام ثم حصل انقلاب نيميري ونيميري بعد سنتين وهو في السلطة عمل اتفاقية أديس أباب سنة 1972 مع حركة الأنانية والأنانية ون ثم والأنانية تو ثم إنه هذه الاتفاقية لم تستمر لأنها ما كانت قائمة على أسس صلدة ومؤسسة اشتعلت الحرب من جديد الحرب الاهلية من جديد في جنوب السودان سنة 1983 بعدها يعني الحرب استمرت بشكل مستمر واشتعلت حروب أخرى يعني بدلا من تهديات هذه الحرب لم 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 يجد أحد فورميلة وسيلة لإغافة هذه الحرب بل الحرب تمددت في شرق السودان بنعرف الوسود الحرة ومؤتمر البية رفع السلاح وقوات التحالف السودانية في شرق السودان رفعوا السلاح سنة 1995 وبعد ذلك اشتعلت حرب دارفور سنة 2002 2003 هذه قضية معلومة بالتالي هناك مشكلة وفي النهاية حرب الجنوب يعني لم يتحقق أبدا سلام حتى انفصل الجنوب وفي اتفاقية محددة رعاها العالم معروفة هي اتفاقية نيباشة أدت إلى في النهاية انفصال جنوب السودان وإنه أخذ استغلاله على أمل ذلك أن يحقق سلام للشطرين جطرين البلدين المحزونين ولكن أيضا لم يتحقق السلام لا في جنوب السودان ولا في شمال السودان بعد جنوب السودان تلك الدولة العزيزة التي نحن بعد ما أخذ استغلاله ومعروف في سنة 2011 اشتعلت حرب هناك أيضا بين كيانات الكيانات شعوب السودان هناك الدينك والنوير والشلوك والقبائل الأخرى الشعوب الأخرى اشتعلت حرب أيضا أسمة الأمم المتحدة أسمة تطهير عرقي يعني الانفصال نفسه لم يؤدي إلى حل جزري لقضية جنوب السودان كمان شمال السودان بانفصال جنوب عنه لم تهدى الحرب إنما اشتعلت في دارفور قلنا أصلا الحرب في دارفور لم تتوقف وكذلك في شرق السودان وفي جبال النوبة وفي النيل الأزرق للأسف هذا يحدث حتى هذه اللحظة ولم نجد لذلك دواء قلنا الليلة نحن هنحاول نفتش شوال شي جزور بتاعت الأزمة دي وبعد ذاك الحل شنو هو بالزبط ودائما الحل أي حل في تكلفة you have to pay something في كوست لازم نحن نشوف الكوست دي شنو لازم في كوست الدفع ولكن كيف أول شي إنه كيف يعني السلام ده يحصل كيف ممكن يحصل كيف يعني السلام فعلا يحقق فعلا يعني أمن ويحقق رفاهية ويحقق اختصاد مزدهر ويحقق دولة مواطنة فيها جميع الناس محترمين وعندهم حقوق ويجبات متساوية ده بيحصل كيف بالزبط ده سؤال سؤالنا الليلة الآن دي مغدمة أنا قلتها هارجع للبنيات التلاتة ويعني البنيات التلاتة دي مهمة جدا خالص خالص لأن الصراع البنيات دي التلاتة دي للناس اللي كانوا حاضرين الحلقات الفاتت يعني ما هيتعبوا معاي هيفهموا أنا معنى شنو البنيات التلاتة دي لأن البنيات التلاتة دي على أساسها بقوم الصراع وعلى أساسها بتعمل البزنس وبتتعمل المصانع وعلى أساسها بتقوم التجارة وعلى أساسها بقوم الفن والأدب والشعر والغنى وعلى أساسها بتقوم الحروب وعلى أساسها بتحقق السلام وعلى أساس هذه البنى التلاتة بتشكل مظهرنا الخارجي في كل بقع من السودان وبتشكل نوع أكلنا وطعامنا وزوغنا الحسي في كل منطقة في السودان في الريف وفي المدينة وبين المدينة والمدينة وبين الغرية والغرية اختلافات قائمة على البنى التلاتة وهي اللي بتشكل مخيال وبتشكل الأحداث في السودان وبتشكل الأحزاب السياسية يعني الأحزاب السياسية دي ما بتجي من العدم ولا صراعات من العدم بتقوم على البنيات التلاتة دي وهي رغم واحد بنية الغبيلة أي بنية شعوب السودان سميناها المرة الفاتحة تقولن أنه ما قبيلة قلنا دايما منكرر أنه دي ما اسمها قبائل لأنه الجبيل كلمة جبيلة دي بتحمل نيجاتيفتي سلبية بتحمل سلبية من الإخصاء الإخصاء لأن إت لما تقول دي جبيلة والجبيلة تافية ما الجبيلة دي بتولد عنه أحزاب سياسية وحركات مسلحة معنات إت ده نفي ده نفي لآخر أصلا ما عنده وسيلة للتعبير عن نفسه في مستوى الدولة ما عنده طريقة للتعبير عن نفسه إلا عبر التجليات بتاعة الشعوبية التجليات الشعوبية شعوب السودان قلنا شعوب السودان دي لم تكن الحاجة اللي اسمها قبائل دي الحاجة اللي اسمها قبائل دي كانت شعوب وكانت دول قبل ما جاء الأتراك مباشرة الكلام ده مهم جدا ترديد ونذكروا إنه هذه هذه القبائل اللي بنسميها قبائل دي شعوب السودان في يوم من يوم كانت دول عند الملك المحدد والسلطان المحدد وقلنا هناك سلطنة الفونج قبل شوية وسلطنة المسبعات في جنوب في جنوب كردفان وفي سلطنة الشلق وفي سلطنة الدارفور وفي المكنمر ملك وعندها طريقتها في الحياة وعندها طبولة وعندها نحاسة وعندها رموز دولة يعني دولة 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 الضناغلة كانت دولة زبير طه الملك يعني في التاريخ ده ملك وأهل ملوك ده آلاف السنين اللي وره عندهم حواكيرهم عندهم حدودهم عندهم لغتهم وعندهم إرسهم عندهم تاريخهم كله كل الشعوب دي كده شعوب السودان توحدت عصفا لما جاء دخل محمد علي باشا السودان سنة 1821 نحن سأفل بنية رغم واحد حانا نجي تاني بعد شويلة بنية الطايفة وبنية المدنية دي الثلاثة بنيات اللي بتشكل الصراحة للسودان لا يمتركزوا معاي وإن شاء الله ربنا يوفقنا أقدر أشرح الحتة دي كويس جدا بالنسبة للناس يعني ما حضروا الحلقات الفاتحة فالبنية شعوب السودان دي يعني هي اللي بتشكل مخيالنا في الأساس وهي اللي بتشكل السياسة وبشكل الاقتصاد وبشكل الاجتماعي وبتشكل حياتنا وبتشكل مخيالنا وبتشكل كل حاجة حتى الموت والشعائر الجنازة وبيت البيكة وبتي العيرس والحنة والخطة والحياة الصغيرة اللي شوها الصغيرة دي دي كلها أصلاً جاية من وين بتجي من البنيات دي كل بنية عندها حاجات المتميزة وهم مع بعض برضو في الفصل أكاديمي في لحظة ما بيحصل تداخل تشابق مستمر يعني الزول بتشكله ثلاثة بنيات لكن في زول بتشكله بنية واحدة بس في زول بتشكله بنيتين مننا في واقع برضو مش زول بس واقع بتشكله بنية واحدة زي واقع على غاليم مثلاً الحركات المسلحة في الريف السوداني الريف السوداني دايماً أصيل أكتر بالتالي بتشكل بنياته وبتشكل مقياله هي بنية الشعوبية بنية القبيلة قبيلة دي أنا دائماً قدت أن نستخدمها لأنه ما في طريقة غير استخدامها للتبيان لكن هي شعوب السوداني لكن القبيلة هي اللي بتشكل مقيال الناس ولو تلاحظ أن الأكل عندها أكل العصيدة والكسرة واللقمة واللبن والسمن والحاجات دي كلها حاجة القبيلة وبعد ذاك يعني كل شيء وبعد ذاك عندها حزاب السياسية أنا قدت لما الزول يجي يقول يا أخي القبلية لا للقبلية لأن الإنقلابات العسكرية بتجي أصلاً هي من المدينة ضد الريف بتقول لا للقبلية ولا 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 لا لكل شيء وهي طبعاً بنية المدنية ذاتة منغسمة داخلها نحن نحدث عن البنيات بنية المدنية منغسمة داخلها لكن الانغسام دا كله دائماً ضد شعوب السودان بشكل مستمر ضد تجليات شعوب السودان الاختصادية وأدب شعوب السودان كل شيء متطهط شعر وأدب وفنون وأكل بيستبدل حتى الأكل بيستبدل بأكل جديد حديث بيبدأ بالفول المصري والبيض ده أصلاً ما كان موجود والأكل اللي بيجي في الفطورة الصباح ده في المدينة ده أصلاً ما موجود الجمح ده أصلاً ما موجود كان شعوب السودان بتأكل الفتريتة وأنواع مختلفة من الزرة وفي الوسط وفي أرجاء كثيرة وفي الغرب في الدخن وفي كوردفان وفي دارفور وفي أنواع أخرى من الحبوب وفي أنواع كثيرة من الأكلات حدثنا عنها المرات الفاتت دائماً في صراع بين الريف والمدينة وما صراع هامش ومركز ده حنوضحه بعدين في الختام إنه شنو الهامش والمركز ده شنو بالزبط وليه هي في الحقيقة النظرية يعني طبعاً فيها خلل ما هي ضرورية للحرب فقط لكن ما بتصنع الصيغة بتاعت العيش السلمي المشترك لأن صيغة العيش السلمي المشترك مفترض تستوعب الجميع في الريف والمدينة وجميع الأعراغ وجميع الألوان وجميع الأحزاب وجميع الأيديولوجيات وجميع التيارات ده هنحكي عنه هنحكي عنه بعدين البنية بتاعت شعوب السودان دي أهمية أنا مركز عليها ليه؟ لأنه بعد شوية هنجل الإختتال الحاصل في شرق السودان حاصل ليه؟ وأسبابه شنو؟ وجاية من وين؟ هنتحدث عن الحركات المسلحة نفسها جاية من وين؟ والمستقبل بتاعه شنو؟ داخل البنية بتاعت البلد الجغرافية بتاعت البلد اللي اسمه السودان دي دي لمحة لبنية القبيلة وتاريخها قديم جداً بنيات شعوب السودان دي بنيات قديمة جداً 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 ثم جات الطائفة الطائفة دي لما جات اللي هي الطرق الصوفية قلنا الحلقة الفاتحة تحدثنا عنها في حلقة كاملة اسمه يعني شنو؟ في الحلقة الفاتحة كم حلقة؟ يعني تحدثنا والحلقة الأولى تحديداً عنه يعني أهمية الموضوع دي شنو؟ يعني كيف يعني طرق صوفية السودان وطواف السودان دي مؤسرة وخطيرة عشان أنا أتحدث عنها وديها وكد قدر ده طبعاً مؤكد مؤكد يعني أنه البنيات دي بنيات شعوب السودان يعني الطائفة منها الطائفة مسألة مسألة حاسمة جداً لأنه برضو بتنبني عليها حزاب وتيارات سياسية وتنبني على أساس رؤى وبتشكل على أساس قدر كبير مما يخيالنا ده يعني بالإضافة لأنه برضو عندها فنونة وعندها آدابة اللي قلنا المرة الفاتحة بيتمثل في المديح والنوبة والرقصات الدرويش عندها رقصات أو عندها أكلة برضو زي الفتة دي مثلاً نصرنا الرزة اللي بيجي مع الفتة ده أصلاً ما كان موجود في السودان يعني ده برضو دخل مع التصوف أنا ده يؤدي لمحة إنه كيف البنية دي يعني بنية عندها تاريخ في السودان وقلنا كيف حاجة معلومة ثانية مهمة جداً جداً إنه بنيات البنية الطائفية دي كلها الساحة في الوقت الحاضر أنا هي الطريقة الصوفية البنية الطائفية أنا بسميها ممكن تشاهد أي غرية تقريباً فيها قبة إذا ما الغرية دي الغرية البعدية القبة دي طبعاً ما قاعدة ساكن ده طبعاً ده بيزنس فيها عبادة صاح لكن ده بيزنس ودي تجارة ودي المسيط ده مدرسة والخلوة في يوم من الأيام ما كان فيه مدرسة غير والمحكمة والإفتاع وهو مأوى لأبناء السبيل وبنات السبيل ومستشفى للناس اللي عندهم مشاكل نفسية أو عصبية أو عقلية أو مرض جسدي يعني هو الحاجة كبيرة جداً وإذن بأيضاً لأنه عنده عندها أتباع وعندها حواكيرة وعندها برضو اختصادة أيضاً بتتشكل عنها أحزاب سياسي وقلنا في المرات الفاتت بأنه دقيقة في زول في الباب مزعجني جداً لحظة لحظة لازم تمام طيب هنا في اللحظة نحن ننبه أنه الناس الدائرين يتابعوا السلسلة التعسيكولوجيت الزول السوداني هي موجودة على اليوتيوب في قناة الباحثين السودانيين وفيها عدد كبير جداً من الفيديوهات مهمة جداً الناس تتابعة تشوف التسلسل القتاع من المدخل من خير المجتمع من خير الفت وإلى آخره لحد آسف 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 جداً جداً آسف 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 أنا طبعاً في البيت نعم تفضل يعني أنه بتحصل أغدار ما وده شوف عجيران نعم هل رات هل هم بيكفلوهم ولا سبب ما يعني بيكون اللهم مثلاً في المطبخ أو كده ما بيتفتح لهم فبدو تقولي أنا أفتح دائماً في مشاكل في العالم لكن هنا المشاكل طبعاً هنا المشاكل يعني أظن لأنه أنا أنا بحدثكم من لهاي هولندا هنا طبعاً النازل عملوا صيغة للعيش السلم المشترك منذ يعني 200 سنة تقريباً أو أكتر لذلك حقه رفاهية وسلام لنفسهم وطمانينة وما في حرب بين جنوب هولندا وشمال هولندا وما في حرب في الفريزلاندي زي دارفور كده منطقة جميلة جداً برضو زي دارفور يعني برضو يعني ما فيها ما فيها مشاكل بالتالي هم حققوا حققوا سلام لنفسهم وهم طبعاً في إطار الحضارة الغربية وجغرافيتها إطار السقافي والجغرافي بالتالي الإمور أسهل وحققوا عملوا الدولة الوطنية نحن ما عملنا حنتحدث عنها بعد شوية إنه نحن لغاية السماعة عملنا الدولة الوطنية نحن عايشين في دولة الهوية عشان كده في صراع هويات في السودان لأن الدولة نفسها هي دولة الماضي لسه ما عملنا دولة حديثة لما نعمل دولة حديثة ما في زول حيتحدث عن هويته ما في زول حيقول أنا يعني أفريغي ولا أنا عربي ولأنه ده ما مهم أصلاً في شي يعني السؤال نحن منو كيف نعيش في الرعاة الجغرافية لأن أنا ما مطلوب أكون بشبهك لازم أكون أنا أفريغي ولا أنا أكون عربي زيك عشان نقدر نعيش وذات أصلاً ما مطلوب مفترض أكون في تنوم عشان يكون عندنا مزارعين جيدين أصلاً وارسين طريقة محددة للزراعة وعندنا الرعاة عرب أقحاح يعني يحلبوا الغنم بالمكانات أو بيدينهم قويسة أو البقر أو يسرحوا قويسة أو يعني كده يعني يعملوا دواج جيدة يكون عندنا يعني شنو التنوع ده هذا أصلاً مطلوب ما مطلوب أن تكون تسغافة واحدة ولا كتلة واحدة ولا لون واحد التنافر الصراع ده قائم على أنه نحن ما قدرنا نعمل دولة المواطنة بالتالي أي زول بيرجع لهويته كلما الدولة فشلت كلما دائماً في التاريخ وتحقق لهم الحماية أنت بتكون مهدد لأنك أصلاً الدولة الدولة منحازة أو الدولة ما موجودة في الحقيقة بتكون ما موجودة إنت لازم تدافع عن نفسك لما تهجم عليك القبيلة التانية وما بتهجم عليك ساكت لأنه الريسورس الريسورس بتبقى شوية وعدد السكان بزيد إحنا دخلنا كده في الموضوع يعني الأطفال الليلة عملوا له يظن انت الرقش كان آسف جداً جداً الليلة اللايف ده طبعاً معقد جداً لأنه قبل ان قطع وستاني الأطفال قبل شوية يعني أنا كنت بتحدث بوينت محددة أظن قطعوها لي لكنه واصل في ده في الحتة دي نتكلم عن غابة وصحراء إنها ما بتشرح الوضع وإنها بتشرح في وضع الحرب لكن ما بتشرح في وضع السلام والعيش السلم المشترك كوريكت كوريكت لكن ده برضو حاجيوا لي تبدأ وكان نظرية الهامش والمركز أنا بتحدث أيها نرجع للموضوع أنا بتحدث عن البنيات الثلاثة اللي قلت إنه دي مهم جداً تتفهم عشان من خلال بنفهم جزور الصراع يعني دي هي نظرية ما موجودة في الكتب نظريتي أنا لذلك معقدة جداً شرحها لكن أنا موجودة في البحث بتاع بتلقوها في موجودة في البحث بحثين بتلقوها موجودة في البحث بتاع ومنشور في الانترنت يعني أتليس المادة الخام بتاعته موجودة اسمه المجتمع المدني والدولة نحن وأفق جديد موجودة فيه الشرح للبنيات دي تفصيلي وموجودة برضو في سايكولوجية الزول السوداني لأننا قلنا البنيات الثلاثة دي بتشكل مخيالنا بتشكل طريقة تصرفاتنا وبتشكل كل شي طبعاً وبتشكل السياسة والاقتصاد حتى القلنا قلنا من عيدة تاني وقلنا بتتجلى تنوع بتاع البنيات دي بتجلى في ستة حاجات بتجلى في السياسي وبتجلى في الاختصادي وبتجلى في الثقافي وبتجلى في الاجتماعي خمسة حاجات وبتجلى في الدولة نفسها لأن الدولة نفسها ذاتها لأننا قلنا الدولة اللغة تسي ما حديثة ما دولة عقد اجتماعي ما دولة دستور ما دولة عيش سلمي مشترك دولة هوية بالتالي واحدة من البنيات دي بتعتدي على الدولة أو جماعة من الجماعات الأيدولوجية بتعتدي على الدولة وبتصبغ الدولة بصبغتها وبتنفي الجميع زي ما حدث أيام نميري الدولة تبنت الاشتراكية ونفت الجميع نفت الجميع بما فيهم الناس الموجودين في المدينة الأيدولوجية من الطرف الآخر ونفت الريف لدرجة الريف الطواف بتاعت السودان جزوا من طواف السودان سمي بالرجعية وتمت الاقتعالات المشهورة في الجزيرة أبا وفي بيت الضيافة وغيره ثم جات الإنغاز اعتدت على الدولة وصبغت الدولة بصبغتها يعني جماعة واحدة بتقول الدولة حقتها دي دولة الهوية ما العيدالوجيا نفسها هوية الهوية مش العرق بس والدين بس العيدالوجيا نفسها هوية بصبغوا الدولة بصبغت الهوية العيدالوجية وبعد ذاك بيقولوا كل شي غلط أي حاجة لا يمتقيف لأنه التنوع ما بيسكن لا يمتوقفوا بالسلح عشان كده هم كمان يحاولوا يوقفوا التنوع بالسلح وكما التنوع ده كما مش السياسي بس والحرب الأهلية حتى الفنون بتاعت السودان إنه لما كان الشخص المحدد داك ظنه مصطفى الطيب اللي بيسموه الخال الرئاسي ونحن دائما ما بين غيم لكن نحاول ندي أمثلة داك ماشي يحرق كل الأدب الفني الموجود والغناء الموجود في الإزاعة والتلفزيون لأنه لا يناسب الأيدولوجيا دفو تنوع ما مطلوب الإنسان السودان يفترض يصيغوه من جديد يعمل أذب جديد بس حقة الأيدولوجيا الجديدة والدولة تكون بس حقة الأيدولوجيا الجديدة وكل ناس تنشد وتمشي وتشعر وتتكلم وتصلي وتعبد الله وتتصرف وفق الأيدولوجيا الجديدة والوعدة الجديدة اللي هي الأيدولوجيا الإنغازية التي أرادت صياغة الإنسان السوداني من جديد سياطة الإنسان السوداني بتاعني بتاعني إنه إلغاء التنوع بشكل تام يعني إعادة التنوع بتاعني تشكيل مخيال ونفسيات الإنسان السوداني من قديم بالضبط عشان يصبح مطيع عشان يسمع الأوامر لأنه التنوع شنو إذا لما تكون منوع معنات إنت عندك مش عندك أكل وشراب بس مختلف وعندك كمان فنون مختلفة إنما كل شيء بيكون مختلف وعندك مخيال مختلف بضاد الأيدولوجيا الغائمة وبضاد الدولة هذا لازم يلقى بالعنف أو بجميع الوسائل الممكنة وهذا يحدث دائما فأنا أسي بتحدث عن حاجة مهمة البنيات الثلاثة السعر بكست شديد على بنية شعوب السودان وبنية الغبيلة وبتنتج منها تيارات سياسية بعد ذلك قلت البنية بتعطي الطائفة وبعد ذلك البنية المدنية والبنية المدنية دي هي اللي بتنتج منها التيارات الحديثة التيارات الحديثة الأيدولوجية الحديثة وأصلا هي البنية دي بنية المدنية المدنية قلنا المرات الفاتحة في حلقة كاملة يعني شنو مدنية مدنية ويعني شنو حلقة كاملة لأن الناس الدائرين يعرفوا حاجة يرجعوا لها وقلنا الله يفضل الليلة يعني انقطع يعني مرتين ولكن يعني هو ضروري جدا وصعب جدا ومعقد جدا دائر الناس الشوية الحريصين يتابعوا معاي متابعة بشدة ويناخشوني ويتأملوا ويفكروا معاي ما بالضرورة أنا يناخشوا الله يبدو يناخشوا الأفكار دي مع بعض ويطوروها على أمل إنه نحنا نخرج برؤية مشتركة وقلنا في النهاية الحلقات نحنا اللي ما عارفنا لغة السرعة يعني حتكون كم حلقة لما ننتهي من موضوعنا حنعمل منافسته يعني زي بيان إنه نقول فيه الصورة كاملة ويعني نوصف الحالة ونفسرة ونخرج نحاول نخرج يعني بيشنو بتوصيات للحلول العملية بنية المدنية نحن نستطيع في بنية المدنية بنية المدنية دي برضو طبعا هي برضو بالشكل ميخيال الفرد لأنه برضو عندها أدبة وعندها فنونة وعندها شعيرة وعندها أكلات وعندها مصهر الخارج البدلة والقميز والبنطلون والريدة ده أصلا دي حيات جديدة دخلت مع الإنجليز ما كانت في كل قلنا مشي شوف الناس أنه في معركة كرر الصور ما فيه ما فيه حية زي دي فيه بسع الراغي وجلابية وسروال طويل وفيه عمة ومركوب المظهر الخارج كده ده كله دخل البنية المدنية دي مش دخلت يعني بس فقط يعني كلية غردون التسكارية والمدارس الحديثة لا أبدا جابت اقتصاد حديث جابت المصاني وعملت السكة حديث ما كانت موجودة في السودان عملت مشروع الجزيرة الزراع الممكنة ما كانت موجودة في السودان في الحقيقة ده مشروع حديث انبنت على أساسه نغابات عملت السكة حديثة انبنت على أساسه نغابات النغابات ديلي قدام عملت حسته قال لي يا زي نغابة كبيرة كانت ما حسب كانت نغابة كبيرة ديلي انبنى على أساسه الحزب الشيوعي لأنه أصلا لو ما كان في سكة حديثة وفي مشروع الجزيرة وفي عمال وموظفين دائرين يدافعوا عن حقوقهم يقولوا دائرين عذالة الدولة اللي تكون عادلة والعذالة دي بتتوفر عبر الأيدروجيا الاشتراكية يبقى هم أصلا عمال دائرين الدولة تكون عادلة تكون فيه اشتراكية أو الدولة نفسها تتحول إلى اشتراكية وهذا ما حاول نيميري يعملوا ان الدولة نفسها تكون حقة البلوتاريا العمال يعني ده بالضبط الفهم كده لكن بطريقة مخففة يعني ما زي الطريقة الاستعليمية بالضبط يعني بطريقة مخففة ولكن هي بالضبط كده يعني فبالتالي البنية المدنية دي بتنتج أحزاب يمينية أنا بسميه اليمينة الاصطناعي وبتنتج أحزاب يسارية وأنا بسميه اليسارة الاصطناعي لأنه حاجة بعدين أقول لكم اليسارة الأعظم مبتع شعوب السودان دي حاجة حتكون متششة للناس كثيرين جدا انت عارف إنه شعوب السودان لا تنتج يمين كل كل عبر التاريخ لأنه بنية القبيلة أصلا علمانية يعني شيخ القبيلة دي حاجة مهمة لأن تنتفو لها وحاول لها لكم بالأدلة الدقيقة لأنه بنية القبيلة بنية علمانية دائما بتنتي يسار طبيعي مش اليسار الاصطناعي اليسار الاصطناعي هنا بتصدب اليسار الموضوع واليسار العلمي أصلا بقول لكم الشيوعية العلمية يعني قصدل اليسار اللي بقوم على البنيات الاقتصادية الحديثة بس ضبط كده يعني بنيات المدن عشان كده اليسار في اليمين الطبيعي برضو اللي هو بتاع الطائفة الطرق الصوفية ده يمين طبيعي يعني جدلوا مع الدولة ما مع الدولة مع المجتمع واليسار الطبيعي اللي هو بتاع شعوب السودان نهاي ما بنتج كله كله ما بنتج أحزاب جميع البنيات تنتج أحزاب سياسية لكن شعوب السودان قبائل السودان ولا مرة واحدة أنتجت حزب غير على المال يعني حزب نادأ بدولة دينية أبدا لم يحدثوا عين هالسا عين بس إنه الحركات النشأة النشأة عبر التاريخ بتحارب في شرق السودان طارحة ما طارحة دولة دينية والأحزاب اللي بتحارب في دارفور كلها ما طارحة دولة دينية وبنعرف عبدالواحد يا معتوا ناس من الريف يا من دارفور من شعوب دارفور ومن ديل بتحدثوا بدلا مواربة عن دولة دولة مواطنة دولة علمانية يعني دولة دين فيها مخصومة كذلك الحلو متشش جدا بالنسبة لناس كثيرين عندهم اعتغاد بينه الحلو ده في الحقيقة متأثر بالمدى الاشتراكي وكده بصبوا لكن ده ما الغاعدة أنا ده ما عارف وفي الحقيقة أصلا بنيات شعوب السودان لا تنتج أحزاب دائي ديني ولا طائفة يمين طبيعي ولا فيها يمين طبيعي ذاته أصلا المعظم بريف السودان ما فيه يمين طبيعي دائما فيه يسار طبيعي الحلو بقلب العلمانية وجماعته كل البغودة ما عندهم في خاطر دولة دينية مع أنهم ممكن يكونوا مدينين جدا جميع الأديان لكن أصلا بنية الغبيلة بنية علمانية قلنا إنه القبيلة في البحث بتاع سيكولوجية الزول السوداني إنه حتى الموت عند القبيلة وشعوب السودان وهي البنية الغالبة الساحقة ما موجودة في الريف بس بنية شعوب السودان بنية الغبيل دي موجودة في المدينة نفسها والبتشكل الغدر الأكبر من مخيالنا في الريف وفي المدينة قد بدأ 60-70% من مخيالنا وأكلنا وشرابنا وأحزابنا وأي شيء بتشكل البنية بتاعة شعوب السودان في الأساس لكنها سياسيا أضعف بتشكل بتشكل مخيالنا الحقيقي الحقيقي بتاع تصرفاتنا ونظرتنا للحياة والأشياء أنا قلت حتى الموت عند القبيلة علمانية تعرف إن القبيلة عندها مغابرة بتكون الجماعات المحددة إنها مغابرة براها ممكن يتفقوا معا جماعات أخرى يدفنوا بالذات في الريف في المدينة ميت مجبور تدفن في حمد النيلة ومغابر شر في مساحات أصلا لكن في الريف في الماضي والحاضر إن القبيلة المحددة وجنبها قبيلة تانية يعني بتكون مثلا في قبيلة يا خنا خلونا نطرق لكم مثال محدد كمان بالمنطقة اللي أنا جاي منا في جبلوليا هي منطقة أنا عايش في الغرى بتاعة الجعلين في قرية صغيرة اسمها والدبودروس واللي شرق النيل يعني من المناطق الشرقية من جبلوليا الشرق جبلوليا اتنين طبعا جبلوليا شرق موجود في جماعات مختلفة من الجعلين والحسانية والكواهلة والمسلمية وغدر من الجموعية دي كلهم موجودين هناك وغدر من البجة دي كلهم موجودين هناك وطبعا شعوب أخرى أنا بس بذرة في مثال بس يعني لنحن نتحدث عن البنيات نحن في الحتة دي كنا بنتشن في حتة اسم حوة حوة دي موجودة جنب 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 ود مختار قريبة جدا من ديما البوساطاب خلفي جوز الشيخ حامد اللي ناس اللي بيعرفوا الحتة كويس جنب السليكاب السليكاب دي منها ولدنا اللي سحوه طبعا مستشار حمدوك يسمو فايز السليك ده من المنطقة منطقة دي جعلين دي تبدأ من السليكاب لحد العسال اللي بحصل بإنه الناس زي كانوا بيتشفنوا في الحتة دي نحن المنطقة دي ما فيها شيوخ بنية غبلية تماما تصوف ضيير جدا فيها في التاريخ عندنا ولد واحد بس اللي هو جدي يسمو عبد الرحمن العالم درس في محد درمان العلمي وتوفى في العام 1972 كم واحد وسبعين أول ما توفى ما شو دفنوا في حتة جمق بالجاي دي برضو غرية من قرى الجعلين وبيقوا كلهم بيتشفنوا هناك خلوا أي حتة تانية كانوا بيتشفنوا فيها زمان وبيقوا بيتشفنوا في الحتة دي شوفت كيف يعني حتى يقولي حتى الموت يعني عند مرتبط باللحظة التاريخية بقى البنية بتاعت الجماعة نفسها الجسد الجسد ده لازم يتدفن الزول يتدفن مع قريبه شوفت كيف ده مثال بس المثال ده بتلقاهه في مناطق كثيرة يعني في السودان وبيختلف من منطقة لمنطقة وهو مجرد يعني مجرد مثال بس أنا بقول إنه في النياسر بتكلم عنه بنيات شعوب السودان نحن نجي لجزر المشكلة بعد شوية دائرة صبر إنه بنيات شعوب السودان دي يعني شنو بتدخل في جدل مع الدولة ما أصلا البنيات التلاتة كلها بتدخل في جدل مع الدولة الدولة دي هي مفترض أصلا في الأساس تكون مصلحة مجردة ودستور صيغة للعيش السلم المشترك مفترض ما يكون فيها ايدالوجيا ما يكون فيها قبيلة ولا ايدالوجيا ولا حزي مفترض أصلا دي الحتة اللي بتجمع كل الناس على أساس هناك في مؤسسة عسكرية في جهاز الخدمة المدنية بيشتغلوا في كل ناس الجبائل وكل ناس الطوائر وكل البنيات المدنية يعني ناس الأعضاء العادين والبشر الموجودين في الرغعة الجغرافية إنه الدولة هي جهاز محايد ومصلحة مجردة اسمها السلطة والسروة مصلحة مجردة لما تدخل فايدة له طوالده احتكار طوالده صراع طوالده حريب طوالده ما بتكون فانكشن ما بتأدي وظيفتها وده اللي بيحصل عندنا بالزبط ده اللي بيحصل وبعد ذلك بتنشأ المقاومة لأنه بعد ذلك شعوب السودانة والبنيات الأخرى بتشعر بأنه في الحقيقة في فراغ لذلك الزون لازم يدافع عن نفسه ولازم يحاول يعمل الأمن بنفسه ويعمل الشنو معاشه بنفسه ويعمل رفاهيته بنفسه ويحافظ على نفسه من الموت يسعى إلى البقاء على البقاء على وجه الأرض بنفسه لأن الدولة غير موجودة يبقى في اللحظة دي القبيلة نفسها بتتحول إلى شنو أداء لحفظ الأمن لما تتحول أداء لحفظ الأمن بتبقى هي ذاتة سياسية بتسيس في حلقة من الحلقات قلنا أزمة السودان في أدلجة الغبيلة أدلجة الطائف أدلجة النغابة النغابة دي طبعا طوالي معنات مغابل للقبيلة مغابلة للطائفة لكنها موجودة في المدينة حاجة حديثة نجل تكره شنو العلاقة ليه نفسه لأن النغابة دي شنو هما الجماعات الواسعة المحزبة والغير محزبة الموجودة في المدينة والناس الماشيين الملائين الماشيين في الشوارع ديل هم ديل أصلا عندهم مصلحة محددة في المدينة بتتحقق عبر تجمعات من نوادي ونادي الجلال ونادي المريخ ونادي غابات المهنين والحرفيين والغير النوادي الكثير اللي بتشوف دي مظهر والمصانع الحديثة دي كلها يعني عندها جدل مع بعض وعندها مصلحة لأعضاء وعندها مصلحة مع الدولة مباشرة لأنهم كمان موجودين في المدينة عندهم جدل مع الدولة مباشرة يعني المصالحهم بتتحقق لشن كده هم الدولة مهمة جدا بالنسبة لنا القطاع بتاع المدنية البنية المدنية دي الأساس بتعتاش على أساس الدولة في المهنيين والمعلمين والأطبة والغانونيين والليل طوال الدولة متصمين بالدولة مباشرة لأنهم موجودين فيزيكا في المدينة مع الدولة لكن شعوب شعوب السودان أساسا ما معتمدة على الدولة معتمدة على الأرض الأرض أول شيء الأرض والرسوس الموجودة في الأرض الدولة دائما بعيدة منها لأننا نقول الدولة دولة هوية والدولة ما دولة مواطنة وما دولة خدمات لغاية ما أسسناها عندنا مرحلة انتغالية أسسا في مفاوضات بتحصل ونأمل أننا نصل لصيغة للعيشة السلم المسترق لشأن نعمل دولة مواطنة تتحقق داخلها يعني توزيع عادل للسلطة والسروة وداخلها تتحقق حاجة مهمة جدا الحقوق والواجبات تتأسس على قدر مساوي لكل شعوب السودان وبناء وابنات السودان بغض النظر عن وجودهم في الريف أو المدينة بقول أنه القبيلة بتحتمد على الأرض أكتر ما الدولة لذلك الصراع برضو بيجي على الريسورس ما الدولة وما الدولة دي بعدين بتمشي لهم فعلا لظروف نهزات محتاجة للأرض عشان كده بيحصل صراعات وبيحصل الصراعات بالزيد لكن غير الدولة بالمناسبة لأنه الأرض سابتة والريسورس السابتة وعدد السكان بزيد ده برضو واحدة من المشاكل بالإضافة إلى أنه الأغليم متداقل معنا في شرق السودان وفي غرب السودان وفي شمال السودان وفي جنوب السودان دائما في تداخل غبلي في تداخل شعوبي ده برضو يعني عنده علاقة بالأرض عنده علاقة بالأرض معناها في صراع حيصل صراع حيصل صراع بين الناس عشان الريسورس عشان الأرض وأما الطائفة بشكل مستمر بتعتمد على شيء آخر على السماء لكن السماء موجود في الأرض الطرق الصوفية عشان كده لما تمشي الطرق الصوفية المديح كل حاجات بعيدة فوق لكن هم في الحاجية موجودين في الأرض بقدموا خدمات في الأرض لكن دي المنطلغ يعني الشيخ والحيران بيأكلوا معاشهم من وين قول لي لأنه بقدموا خدمات عند علاقة بالغيب عند علاقة بالروح للناس وهذه لكن بتتحول برضو لحاجات مادية في الأرض العلاج برضو اللكل والشراب لأبناء السبيل مبني برضو على وين أبناء السبيل واردة في الغرآن يعني والتصوف طبعا نحن قلنا جزوره في السودان ليست فقط يعني هو التصوف الإسلامي ولا المسيحي فقط إنما أيضا الغيب قديم في السودان غيب الإله بعدمك وغيب الإله آمون قبل الإله بعدمك وده كله موجود في خواطرنا يعني شديد شدة شديدة جدا لكن أنا بحاول يعني بغدر الإمكان وما محتاج حلقة واحدة كلام ده محتاج كلام كتير جدا ومحتاج بإنه الناس يعني المهتمين والدارسين إنهم هما يهتموا أكتر بقراية المجتمع السوداني عشان نحن نقدر نفهم نفسنا نفهم يعني ذاتنا ونفهم البيئة الطبيعية المحيطة بينك عشان نشنو نعري بالضبط مصلحتنا المشتركة شنو للجماعات المختلفة القاعدة على الرغة الجغرافية الجماعات البنيوية الصغيرة والجماعات الشاملة والجماعات الموجودة في الرغة الجغرافية كلها تفهم شنو مصلحة المشتركة إذا فيهمت مصلحة المشتركة بيبقى عنده إحساس بالمصير المشترك والتحديات المشتركة ولما يبقى عندك يعني إحساس بالمصير المشترك والتحديات المشتركة بيبقى عندك حاجة مهمة جدا نحن مقبوض عندنا الآن الاحترام المشترك وإذا ما فيه احترام مشترك ما بتقدر تعمل صيغة للعيش السلمي المشترك لأنه ما فيه أصل احترام ما فيه احترام مشترك معناته ما فيه وعي بالتحديات المشتركة ترجع ليه وراء ما فيه وعي بالتحديات المشتركة ما فيه وعي بالمصير المشترك ما فيه وعي بالمصلحة المشتركة ابقيتها تجيب السلام كيف ما بتجيبه ما بتجيبه دي القصة الأساسية أنا هنا هأمشي أقول حاجة مهمة جدا إذن كيف يعني يتحقق السلام يتحقق السلام العادل فعلا والشامل والسستينبل والدائم وفعلا يعمل رفاهية وأمن وسلام للمواطن السوداني في أركان السودان الأربعة وأينما كان ونساهن كمان في سلام الأغليم وسلام العالم طيب أنا هأخذ مثالين مثال عبدالواحد محمد نور الناس بسموه مستر نو وبالمناسبة عبدالواحد كان زميلي في الجامعة وهو أيضا صديق يعني أنا ما معه في الحركة ما كنت معه أبدا لكن بحطرمه جدا واحترم حركته جدا واحترم نضالاته جدا وبعد ذلك هأخذ الحلو عبدالعزيز الحلو وحركته وجمعته ومناطقه المحررة طيب أنا طبعا ما بتحدث بالسانزول لكن السيدنا مشينا للعملي أنا الآن نظني كترت النظري قلت يا أخي في ناس بيحبوا العمل نمشي للعملي طيب العملي السانيحنا بنقول الحرب كل الكلام ده في أشارة أن الحرب بتقوم له قلناه أفتكر الظلب القافر نوص أن الحرب بتقوم له سلمية نعمل مظاهرة إذا عملت مظاهرة سلمية بيقتلوك بيقتلوك وده اللي بيحصل كان تقوم مظاهرة سلمية في كجبار قالوا ما داريا الساد كتلوك الكلام ده بيحصل من بدري قاموا الأنصار في الجزيرة أبا قالوا كده كده ما عايزين نورسلهم طيارات كتلهم دي بتحظى هالجناس الشرق السودان قالوا كده في برسودان زمان من بدري خالص من أجات الإنغاز كتلهم نحن في جامعة خرطوم في يوم من العيام أنا موجود كتلوا أربع من زملائي طلعنا مظاهرات سلمية كتلوا تايب عقلة زميلتي وكتلوا طارق عبد الله طارق زميلي وكتلوا سليم وآخرين اغتيالات مستمرة داي مظاهرات سلمية داي تقول رايك طاق طاق بالرصاص بقيت حتعمل وكمان في الريف داي في الخرطوم نحن في جامعة خرطوم طلعنا مظاهرات سلمية كتلوا ثلاثة فينا بالرصاص ولا حجر شايلين كنا بنهتف ولا بنهتف ذاته ما بدينا نهتف ايه رايك الكلام داي في شارع الجامعة كتاف ما بلسا ما هتفنا جو ناس طاق 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 كتلونة وجرح وكمزول وكمزول كراح ومقطوع عين ومجدودة ومشو وفعلة مظاهرات ما تفضت يعني نعمل ما عندنا سلاح تاني بجوك اذا قمت تعمل ايه ما عندك طريقة الا انك في الحقيقة ما طلعت لانه عندك حجوب محددة وعندك صوت مختلف دار تقوله في سلاح طوال بديو تواجه به ابقى العازل وكمان نمسترفع سلاح ايه برضو انا من الكتلة بتاعتنا دي ومن الضرب بتاعنا ومن الاعتقالات والتعذيب طوال اول ما اتخرجت من الجامعة فتشت حركة مسلحة طوال لانه عرفت انه موضوع دار السلاح طبعا بعد ذاك انا فهمت بينه السلاح واحدة وليس كافيا وفي وسائل اخرى لكن كنت صغير ومتحمس مشيت طوال للحركة الشعبية لكن ما قبلوني اظن ان الوقت ذاك لا يسبب من الاسباب ما فهموني وفي النهاية فتشت فالدائرة كاتل بشكل دارة بسك مسدس دارة شي ليه مسدس برغم ان انا ما اشيلت انا اشتغلت في الجناح السياسي والاعلامي فقط مشيت قوات التحالف السودانية كنا بنغاتل من الشر يعني دارة يقول لك انه القصة دي يعني ناسة انا بتحدث انه الحرب بتنشأ كيف الحرب بتنشأ للأسباب دي انك ايه تا صوتك ما مسموع هو بتقول عندك حقوق يعني عندك حقوق بتنادي بيها سواء ان كنت اي جماعة كانت شنو في الاغاليم وفي المدينة عندك حقوق بتنادي بيها ويفقى وشاة نظرك ويفقى ما تراه الحقوق دي ممكن تكون حقوق مادية او حقوق معنوية حريات عامة او حقوق مادية اكل وشرب او ارضك او قروشك اي حاجة حاجة مادية او حاجة معنوية دي كلها حقوق حسن ما ترى لا ممنوع عشان كده انا سي ما مساء انا بضرب يعني دي مجرد امثلة عن الناس كثيرين طبعا الاصراعات كثيرة جدا انا مشيط غوات التحالف السودانية سيدا مجرد يعني مثال انا مشيط غوات التحالف السودانية وقعدت سبع سنوات واستغلت سنة 2004 وبعد ذلك بيقى لغاية السع ما عندي حزب سياسي ومستغل زي وما زي ابناء بنات الشعب السوداني وطبعا مؤكد في ناس محزبين في اليمين والإسار نحترم وفي الريف والمدينة نحترم ودائما يعني نحن محتاجين للتنظيمات السياسية والنغابية والطائفية برضو ما في عيس ما علاله الطائفة الطائفة كعبة يا أستاذ ده نفي قولنا طوال ما في الطرق الصوفية قديمة جدا جدا وقلنا في يوم من الأيام كانت هي البديل المدنية لما كانت ما في لأن الطائفة والطرق الصوفية أنا بعني بالطائفة الطريقة الصوفية اللي موجودة في كل غرية وكل غرية قلنا فيها قبة يعني مش الطائفة المهدي والميرغان يا أستاذ لا الطائفة الطرق الصوفية اللي موجودة في كل غرية وفي كل مدينة وفي كل سيبر من السودان وموجودة في رأسك درويش دا قاعد جواك يا أستاذ بتشكل مخيالنا قلنا لأنه دا قاعدة لك طرون عديدة وقلنا إنه التأثير العملته في مخيالنا هو شنوب الزب طيب أنا قلت الساعة بضرب مثال بعبدالواحد والحلو وتحية لكل الحركات والناس اللي عافعين السلاح لأسباب وإنه ما عندهم طريقة غير كده ما في طريقة غير كده ما في في الحقيقة ما في عشان كده هم رفعوا السلاح عشان يقولوا عندهم حقوق محددة مضطهضة هذه الحقوق حقوق مادية وحقوق معنوية وإذن بالنسبة لعبدالواحد أنا مثلا قرية المساق بتاعة حركة تحرير السودان وحركة وطنية وحركة يعني مفتوحة لكل أبناء وبنات الشعب السوداني ولكن في نفس اللحظة هي حركة منطلغة من الريف السوداني ومنطلغة من أريا محددة وربما تكون منطلغة من جماعة شعوبية محددة وهذا ما في أي عيد زي ما أحزاب كثيرة بتنطلغ من نغابة محددة بتاعة السكة حديدة وبتاعة مشروع الجزيرة أو بتاعة البنوك وبتاعة كده ويجي أخوان مسلمين ويجي أشتراكيين وغيره كثيرة دي برضو شعوب السودان من حقها تتجلى وتتمصر عن أحزاب سياسية تدافع عن غضاياه وبل كمان تطرح رؤية للخلاصة الكل وهذا ما تطرح حركة تحرير السودان بين غابة عبدالواحد محمد نوري والحركات الأخرى أيضا ربما اللي بيحصل بإنه إنه العبدالواحد عنده طبعا لأنه منطلق زي النغابات يعني أنا سيدي شوف المظاهرات اللي بتطلع دي طوالي بتقول لك العدالة الاجتماعية رفعوا الدعم لدم طوالمين الاشتراكين إنه برضو بتدافع عن جماعتهم أول بتدافع عن الجماعة بتاعة الفقر والكادعين إنه مجروب محدد بفي ناس تانية أغنية بي عندهم قصتهم وفي ناس في الريف ذات الندادة قد يكون ماشي أعملهم في يوم من الأيام لأنه أصلا الشير بتاع الدولة ما واصلهم يعني البنزين المفترض ما يرفعوا عنه الدعم ده هو أصلا هناك ما واصل كله كله يعني هم بر التصور ده ذاته أنا طبعاً ده مجرد مثال بس بقوله كذلك لما جوا الإخوان المسلمين مثلاً الأيديولوجيا بتاعتهم في الأساس الاشتراكية موسوري الرأسي مالي ده الطوالي مع الطباغات العلي مع الطباغات الكادحة ما في هنا ينسحقوا كما يشاءون يعني وأنا طبعاً ده مجرد مثال اختزالي من نيل يمين طبعاً عريض وواسع ومجرد مثال يعني كاركتوري بحاول أوضح الصورة بس عشان نسي بتحدث عن أبد الواحد وحركته إنه في الحقيقة في مطالب هناك مطالب إنه في الناس نازحين مفطانة بقول السلام كيف يتحقق ولازم في تكلفة الدفع وما في مثاليات لأنه في حاجات واضحة في أرض الواقع مادية وعملية لازم يتحقق الأرض يتم استعادة الأرض لجماعات واسعة بشكل عادل وشكل فير يعني شكل لا يهضم حق أحد موجود في المنطقة لكن لازم الناس النزح يرجعوا إلى حواكيرهم مناطقهم ولازم تتم تعويضات لأنه فقد الكثير بواسطة الدولة ولازم تكون محاسبة للجناء أي أن كانوا بشكل عادل وواضح سواء كانوا داخل الوطن أو خارج الوطن بالطريقة التي يرتضيها شعبنا وترتضيها الجماعات دي نفسها إنه دي التلاتة حاجات الأساسية المرتبطة بالأغليم نفسه وبعد ذاك حاجة رابعة واخيرة يتم تنمية الحاق يعني النازل ما تأخروا يتم يعني إضافة دفغة مادية تنموية عشان تلحقوا الفاتو دي التلاتة حاجات الأساسية الأربع حاجات الأساسية دي لازم تتحقق عشان يحصل السلام فعلاً على الأرض ما تقوم لك حركة تاني إذا وقحت مع زول إذا ما عملت التلاتة أربع حاجات دي السلام ذاته ما بيستمر لأنه ما قائم عليه أرضية حقيقية أسبابه دي الأساساً في الأغليم المحدد بعد ذاك حركة تحرير السودان نفسه عشان تضمن ذاته استمرارية السلام لازم تقول بإصلاحات إصلاحات بنيوية في المؤسسة تحت الدولة نفسها دا ضروري جداً عشان السلام هناك يتحقق والحارب تاني ما تقوم لازم إذا شنو الحركات دي نفسها سوء الحلو بتنطبق على نفس الحاجة دي يعني عبدالعزيز الحلو دا أفس المطالب لعبدالعزيز الحلو ولكن بعد ذاك اللي بيحصل شنو إنه لازم قلت يتم إصلاحات حيكلية على مستوى بنية الدولة ما تعجيز يعني أنا لا أقبل بأن الدولة لم تتصاق كلها من جديد دا مستحيل هو ذاته البروزيس بتاع صياغتها من جديد دا بيحصل كيف يعني الفرتقة كده هي وإنه ذاته شأنه فرتقة لازم هي حاجة معنوية لازم إنه الجماعات دي يتم استيعاب الجيوش بتاعاتها داخل المؤسسة العسكرية والمؤسسة الأمنية والمؤسسة الشرطية عشان يحصل ستنابلة للسلام وعشان المؤسسات دي فعلا تمثل أركان السودان الأربعة وتكون مؤسسات وطنية فعلا واحترافية فعلا تضم كل أبناء وبنات السودان بلا تمييز وذا المفترض يحصل بعد ذاك الخدمة المدنية يحصل فيها نفس الشي بعد ذاك الجهاز التشريع اللي هو بيعمل الغوانين والدساتير لازم يتعامل بيصيغة تمثل كل شعوب السودان وكل بنيات السودان القديمة والحديثة وما في حاجة يسمى البنية المدنية الحديثة هي أفضل من البنيات شعوب السودان ولا طواف السودان ما في كلام بي البنيات الحديثة عندها عيوبة ومساوية بالظبط زي الجبيلة وبالظبط زي الطائفة وربما أكتر يعني لسا في ناس كثيرين جدا بشغالي لك الطائفة وبينبزوا في الطائفين وهم كل لعب فيهم في الحقيقة لأن الطائفة دي بنية الطرقة الصوفية دي بنيات حقيقية تتولد عن أحزاب سياسية نعم أقدم منك يا أستاذ يا حداسوي يا أنت ذاتك في الحقيقة ما عندك رؤية واضحة ومرات كثيرة جدا اعتديت على الدولة مؤسسات الدولة بالعنف وفي النهاية النتيجة كانت سيئة دائما ولما تجي انتخابات برضو شعوب السودان والبرلمان ما بيصوتوا لك دائما أي برلمان بتجي شعوب السودان أي برلمان من أول انتخابات ما حدث لذي استغلال سنة 1953 الحصل شنو جات شعوب وطوايف السودان في انتخابات الكتوبر 1964 جات غبائل وطوايف السودان في انتخابات أبريل 1986 جات غبائل وطوايف السودان ده شنو معناته معناته البنية الحديثة لغاية السودان ضعيفة ومشتتة ومهزوم عشان كده بتستخدم وسائل التصفيات التصفيات المعنوية وبتستخدم الشتائم لغاية الساعة ضد شعوب السودان وضد آداب وفنون السودان وضد طوايف السودان وضد غبائل لشعوب السودان وفي عدى 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 مستحكم قائم على المنافسة السياسية في المغامة الأول مش الحداثة وانهم شاعتين الطائفة دي كعبة وبس يعني دي في مقيالهم الحداثوي لا لأن البنيات دي في الحقيقة هم سيطرة على مقيال المجتمع والمجتمع رضيان بها وبتقدم لي خدمات أفضل وانه في الحقيقة الحداثوين كلنا منهم يقنعوا قريب انه بنية الشعوب السودان دي حتنتهي لا دي بنية قاعدة أغلب نفسها دائما مع الحداثة والرأس مالية ليس في السودان في حسب برضو المجتمعات الشبيهة السودان طبعا فوت نوعه شعوبي رهيب بيختلف عن العالم كله لكن برضو في مجتمعات حولنا البنيات الشعوبية البنيات الشعوبية دي الرأس مالية والمدة الحديثة والأفكار الحديثة والطيارات الحديثة والعربات الحديثة والكمبيوترات واللاب طوب والآيفون بتقدر تستوعب وتكون قاعدة برضو فور إيبا بالضبط كده لازم تتعامل معاه وتعمل تصالح وتسلام معاه وتفهم بأنك التعادي زي عندك فقط حزب سياسي قايم عليه مصنح ونغابة محددة وقايم عليه مدرسة أو كليات جديدة أو مصانع حديثة أو تيار حديثة أو اختصاد حديث عموما يعني بعدين اختصاد الحديث برضو القبيلة والطايفة قاعدين يعمل قاعدين يتأغلموا معا الطايفة قاعدة تتراجع لأن البنية المدنية كلما تمدت البنية لأن البنية الطايفة تتراجع لأنه قلنا في يوم من الأيام الطايفة كانت بتمثل البنيات المدنية الحديثة بتمثل مدنية وفي يوم من الأيام لأنه جميع اللي يجعوا 17 جبائل في المسيد مع بعض لكن هي جبيلة طبعا براء والجبيلة بني أصلا ما جايما من الفراء يعني شعوب السوداني جايما لأنه هناك مصالح مادية 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 في المقام الأول بيزنس وتجارة وأمن وسلام بتحققوا البنيات دي لجماعتها وبتسعى تعملوا سيستنابلت على مستوى الدولة لما يحصل برلمان ولما تحصل انقلابات عسكرية بيرفعوا السلاح أول انقلابات العسكرية بتحاول تعمل اتفاقيات معهم زي الإنجليز معامل النظام الإدارة الأهلية والإنغاز لما فشلت معهم برضو حاولت تستوعبوا نهيزات بنيات حولت إلى قبلية وعنصرية وكده يعني لما فشل فشل برنامج لما فشل البرنامج بتاع الانفتار حول صياطة الإنسان السودان يلقوا القصة الصعبة قاموا هما ذاتهم لما فشلوا رجعوا إلى شعوب السودان قالوا نحن ذات شعوبيين دي اللحظات الأخيرة وقلنا إنه قبيل إنه في الحقيقة بنيات القبائل بتاعت السودان الشعوب السودان ما بتتولد عنه أحزاب يمينية كل كله لذلك برضو اليسار الطبيعي مرات بيقدر يتخاطب معه يتخاطب مع جونجرن يقول لك جونجرن ذاته ماركس يتخاطب مع النازل أحيانا بيحاول يتخاطب معهم لكن ما بالضرورة هذا الخطاب حقيقي لأنه وما بالضرورة يوصل إلى نتائج كويس لأنه ما بنيوي لأنه هما ما داخل الأحزاب الاشتراكية جوا ولا هما أصلا منشؤهم من البنيات بتاعت الغطاعات الحديثة إنما بنيات غطاعات السودان الجامعة الرعي التغليدي والزراعة التغليدية وحتى قلنا لما تتمكن الاختصاديات دي وتبقى حديثة برضو الشعوب السودان حظل باقي دي القصة الأساسية وبعدين اليمين برضو اليمين الاصطناعي بتاع المدينة برضو مرات بقدر تتخاطب مع اليمين الطبيعي زي ما مثلا الترابي عمل جبهة الإسلامية ضم بعض الصوفية ولكن معظم التيارات رفضت تيارات محددة بس القبلة الوكيدة هنا نحن هنا طبعا ما بنغيم لكن أسأنا بحاول أقول إنه عمليا السلام بتم كيف ما تنسوا لنا الحياة اللي أنا قلتها إنه السلام بتم بالأربعة نقاط اللي أنا قلتها اللي هي مجددا اللي هي الأرض استعادة الناس لأرضهم بشكل عادر وفير ومعقول النازحين وبتم بتعويضات وبتم وبتم بتنمية إضافية وبتم باستيعاب باستيعاب العناصر المحاربة في الحركات دي داخل المؤسسات العسكرية بأنواعها وبتم استيعاب غطاعات في الخدمة المدنية عشان تحصص سيستنابلة للسلام يعني فيه تكلفة لازم تتدفع غير كده السلام ما بيحصل فيه تكلفة واضحة جدا لازم تتدفع في حيث ما مفترض تدفع تكلفة عشان يتحقق السلام دي القصة الأساسية اللي هي كيف السلام يعني نحن قلنا يتحقق عمليا وقصة التكلفة دي ما هنتحدث عنها لأنه هناك في طرق لأنه تتدفع تكلفة تكلفة هنا بقصد بها مادية وتكلفة معنوية تكلفة المادية هناك فيه جروش ريسورسس مالية ولوجستية مفترض يعني يعني تتدفع في شكل تنمية وتتدفع في شكل تعويضات وتتدفع في شكل تأهيل الغرة والمدن المحددة المتؤثرة التي تأثرت بالحرب عبر زمن طويل جدا جدا وبرضو بعد ذاك أنه على مستوى الدولة أنه هياكل الدولة تستوعب غطاعات من الحركات دي في مؤسسات الدولة عشان تكون مؤسسات الدولة ممثلة وده طبعا على المستوى البعيد يعني يعني أنه يكون في الضمانات يعني الحاجات الأساسية لازم تتحقق أو يكون في مؤشرات لا لا نسع دي مرحلة انتغالية المرحلة الانتغالية دي ما كل الحاجات ممكن تحصل فيها التنموية وغير وكذا لكن بتتوضع المواسيغ الأساسية وتتعامل المبادئ الأساسية ولكن ممكن الاستيعاب يتم الاستيعاب ده ممكن يتم داخل المؤسسات ما في مسكلة وهنا ما بعني المؤسسات بلحة الدولة فوق أي تمثيل فوق في الدولة ده تمثيل زائف يعني أنا ما بتوقع أنه العبدالواحد والحلو حيرضى أنه يجيبه وزير ويكون ده الربريزمتاشن ده الربريزمتاشن ده من زائف لازم السلام يتحقق على مستوى الأرض بالحاجات التلاتة اللي أنا قلتها دي وأنه المرحلة الانتغالية دي تظل وتمشي بناس احترافيين لا يراعى فيها التمثيل الغبلي على مستوى هياكل الدولة الفوق دي لأنه ده ما حينفع أنا بعني السلام الحقيقي والربريزمتاشن التمثيل الحقيقي على مستوى غطاعات الدولة الدنيا الأصيلة اللي هي الموجودة في المؤسسات اللي أنا قلتها دي مؤسسات الخدمة المدنية والمؤسسات العسكرية وجميع المؤسسات الأخرى والمجلس التشريعي المأمول وكده لكن أما فوق المرحلة الانتغالية دي لا تستطيع طبعا تستوعب الكل كل الأرجاس المستحيل إلا يكون فيه 3000 وزارة و3000 وكيل وزارة وغيره ده غلط يعني ما بحقك ذاته السلام هناك لأنه الريسورس بتصرف على هياك العليا فقط ده ما سليم وانا أقول حتى المرة الفاتتين قصة تمثيل المرأة ذاته في الهياك العليا التعدى كله أنا من وشاة نظري قال مفترض لو جوا في الجهاز بتاع الحكومة كلهم نساء ما في مشكلة لو جوا الوزراء من أغليم واحد ما في مشكلة لو جوا من دارفور كلهم أو من جبال النوب كلهم أو من برسودان كلهم أو من القرطوم كلهم ماذا هم عندهم أهداف محددة حيأدوها جوا كلهم رجال برضو ما مشكلة لهم ده مرحلة انتغالية بالتعيين ما في زول يتم تعيين من حتة محددة في السودان يكون ممثل للحتة ما يكون ممثل لها مع لم ينتخر بواصلة الناس نفسه يبقى فعلا يعني تجي من جندر بلانس وغيره لكن مرات تكون مثالية جدا جدا ما بتحقق لك الأهداف ده المشكلة انت لازم تجيب الزول الكف بغض النظر عن جندر وبغض النظر عن عرق وبغض النظر الموجود داخل وخارج البلاد يا أخي لو فيه هنود تجيب ممكن حقق الأهداف وهذا حدث طبعا في مناطق في العالم حتى الإنجليز يعني مشاريع ما وإدارات ما جابوا لها في الحق فعلا انهنود فيهم يعني انت كهداف دير تعمل القصة ما رومانسية وتمثيل وكذا وانا سي بفتكر انه الحمدوك يعني في عغبات ومشاكل اقتصادية ضخمة ومشاكل سياسية ومشاكل أونية جبارة موروسة ومشاكل جديدة برضو كمان الدول الأغليمة الحول لنا عندها تداخلات وفي الوقت الحاضر في صراعات عنيفة جدا لازم ننتبه لذلك ولازم نحافظ على المكتسبات لعملات الثورة في ظل يعني الحكومة الحالية ونطور وما نهرد بالنقد مفترض نعمل حاجة مهمة جدا نعاين للحاجة الجميلة ونعلم من شأنها ونساهم مع بعض في أنه كيف حقيقة المرحلة الانتغالية دي هي المرحلة الانتغالية كيف نمو ربعها بسلام وبأمن وفيها مشكلة طبعا وما بيرف وكل ده عارفين ولو صيغة الدستورية ما كاملة ده كله عارفين لكن الصيغة ارتضاها شعبنا في لحظة ما زكية جدا جدا ليحفظ الدماء ويحفظ الوقت أيضا لذلك الصيغة دي مفترض نطوره ونمشي بالجدام وسح في الوقت الحاضر الليلة في مؤتمر يعني من أجل السودان السودان يتأثر بالأغليم ويؤثر فيه والسودان في يوم من العام قدم خدمات لدول كثيرة جدا مش خدمات بس مادية وعينية بس لقدم لهم بشر ذات وشاعدوا في تطوير ونشأة ونهضط الأمم دي الاقتصادية والسياسية والثقافية نحن الآن محتاجين للعالم مفترض نطلب من العالم يساعدنا ويجيف معنا عندنا لحظة صعبة جدا جدا ونقبل كل حاجة خيرة من العالم لأنه نحن قبل لده قدمنا وتاني بنقديم بنقيف مع الناس حتى ألمانيا نحن في يوم من العام قدمنا لها غاسة دي حقيقة خلي الدول الحول لنا قدمنا لهم الغاسات وكان السودان بيستغبل الناس الهجرات الناس يجوع عندهم مشاكل عبر التاريخ يبقى نحن عندنا مشكلة نطلب من العالم والأغليم يساعدنا في حلها بشكل عادل وفيرو لكن الواجب الأول هو واجبنا نحن لكن طبعا الأغليم والعالم متداخل معنا وربع عندنا مشكلة الهجرة يعني بما نسموهم نوقفها ونحاول نعمل حاجات عادلة للناس زي الهجرة غير شرعية بالذات البيون من الأغليم يعني أنهم زاد الهجرة غير كريمة وممكن موتوا في البحر والحاجات اللي بتحصل لهم لما لا تدعم المعسكرات زادوا في السودان زادوا آمنة ويدهم حقا اللي يو في السودان زادوا إذا كان عندهم قضية عادلة أو إذا يرجاعهم إلى بلدانهم دي يهاجر بطريقته ما عبر السودان يعني نكون واضحين دي تكون واضح بالنسبة للخليج وبالنسبة للدول الحولة عندها مصالح مشتركة معانا عبر التاريخ وعندها حدود ونحن نؤثر في أمنها ونتأثر به لازم نتخاطب معهم بشكل عاغل وواضح بالنسبة لأسيوبيا وسد النهضة لازم نحن الخبرة بتاع عندنا قالوا شنو القصة دي ما سياسية سد النهضة ده بيعمل لنا شنو بنستفيد منه شنو والضرر شنو إذا الضرر أكبر من المصلحة مفترض حسب الخبرة قالوا شنو جهازنا السياسي وإدارتنا السياسية قد صرع قالوا السد بيعمل بيدمر البلد السد ضدنا طوال إحنا نقيف ضده قالوا السد يا أخي ما فيدنا بايش بس بيفيد سيوبيا برا ما مشكل قالوا فيدنا وفيد سيوبيا وفيد دول الجوار في حاضر أول مستقبل للأجيال المقبلة يبقى الآن بقول هنا إنه نحن نحن جزء من الأغليم نتأثر فيه ونتأثر به ومفترض نكون فير وعدلين مع بعض ومفترض هالسع نشوف صيقة للعيش السلمي المشترك ونوقف الاحتراب بقدر الإمكان إنه العمد والنزار الموجودين في شرق السودان وفي غرب السودان غيادات الحركات المسلحة اللي يسورت الغبيلة الغبيلة كان نصن زمان بس العمد والنزار بيارسوها وراسة ودي الناس قويسين وعدوا خدمات جليلة في التاريخ وفيهم بغاية في الحاضر ما زالت بتأدي دورها لكن الغبيلة الآن تم تسوير وبقت بغدوها بغدوها الشباب يعني متعلمين وبغدوها شباب يعني شنو جؤب الانتخاب وجؤب ضالاتهم الحقيقية من أجل القضايا الأغليمية والقضايا الوطنية لأنه عنده مغاليمه متميز بلغاته وبتاريخه ومتميز كمان برضو باحتياجاته بالتالي الحركات دي يعني هي جاءت من الريف لتصلح الكل وفي ناس بيجو من المدينة إلى الريف برضو برضو فينال إصلاح الكل يعني ما في عيب في الحركات دي وبالتالي أنا بقول الحركات دي جعلت ثورة القبيلة يعني ونتجت عنها أحزاب وطنية وأحزاب يعني وحركات الحركات المسلحة دي يعني أنا بفتكر يعني عملت صحوة كبيرة جدا اللي هن بالذات في الأرياف والرتم إنه عندهم حقوق مادية ومعنوية دي حاجة كويسة جدا جدا لما الناس يكونوا عندهم وعي وطبعا مؤكد الحرب عملت ضغائن وعملت مشاكل وفي مربو قاندا حرب خلف النظام البائد من عنصرية وإخصاء وإخصاء مضاد ده كلنا إحنا مفترض نقيف ضده ونحاربه لأنه أبدا ما في أمة منشقة بتعمل حضارة وتعمل سلام أبدا ما بيحصل حقوق الإنسان اللي اتعاملت حروب اللي ما تعاملت عشان العالم الآخر اتعاملت عشان نفسه حقوق الإنسان الإعلان العام اللي حقوق العالم اللي حقوق الإنسان اتأسس فعلا سنة 1948 يعني بعد الحرب العالمية التانية اللي انتهى سنة 1945 كتلوا بعض مذابح لم تحدث في التاريخ لذلك عملوا الإعلان العالم عشان ومما نفسه نحن لازم نعمل السلام العادل عشان نقول لنا نحن ذات في السودان في المدينة وفي الريف وفي المدينة أول كمان لأنه المتؤثر الأول بالحروب والكوارس التي تحصل والريف مجرد بكون ضحية طبعا مؤكد ضحية كبيرة على المستوى المادي والتحايا على المستوى المادي السهدة والجوعة وكده لكن المدينة بس بصلة تخلف وهذا ما يحدث عندنا وبتتخلف مؤسسات الدولة وبتتكسر والاقتصاد بتتكسر وبتدمر زي ما حصل عندنا هذا وهذا وأنا بهذا أظن بكتفي والليلة كان يعني يعني نحن الله يبطعنا نقطع مرتين لأسباب يعني فنية وبتمنى أنه أكون قلت حاجة مفيدة وممكن نواصل في الموضوع وهكذا أنا انتهيت شكرا لكم شكرا جزيلا أستاذ محمد جمال الدين على التشريح الرائع جدا جدا في موضوع كيف ممكن يتحقق السلام وضربت مثل عبدالواحد محمد نور عبدالعيز الحلو إنه الأربع حاجات بس في الزاكرة قريبين إنه أول حاجة الأرض والعودة بتاعت الناس لأماكنه والتنمية والرابعة آيوة سوري أنا كنت أنا قال لك تلحد حديده منت آآ 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 والرابعة اللي هي آآ أنا أقول طبعا آآ كده آآ إنه يتم إصلاحات بنيوية نعم في مؤسسسات الدولة يعني الإصلاحات دي استيعاب مش الإصلاحات أنا طبعا قصة إنه هناك مركز وهناك هامش القصة يعني طبعا دي قصة معقدة جدا لأنه أصلا أي دولة في العالم عندها مركز حقيقة أي دولة أمريكا روسيا الهولندا المملكة العربية السعودية مصر أي حكتة لابد أن يكون فيها مركز والمركز لابد أن يكون عنده مختلفة عن الريف لأنه هناك حاجات كويسة المركز فيه تعليم أكثر دائما يكون كده البنوك أقرب لكن الريف صفاء أكثر برضو دائما عشان كده بيقول لك الريف الإنجليزي الإنجليز بيمش يهربوا من لما من فيها البنوك وفيها الجامعات وفيها الريف البعيد ما فيه أي شي فيه البنوك وفيه مستجفى صحيح تمام لكن لأنه بعد ذلك بيكون فيه صفاء الجو وفيه الأكل الطبيعي الكويس اللي بيعمل لك صحة طبيعية فيه إلى آخر يعني إنه الريف عنده مميزات والمدينة عندها مميزات لكن أي حتة في العالم لابد أنه عندها مركز لكن هذا المركز مفترض يكون عادل وفير ويمثل أركان البلد الأربع للقضية على جميع المستويات اقتصادية والسياسية والصفاتية والاجتماعية طيب فيه موضوع ما هبشت اللي هو الموضوع بتاع تمويل عملية السلام دي نفسه يتم كيف السحاليا في اليوم في المؤتمر بتاع الزقاء السودان وفيه ناس كتار جدا بيكون عندهم امتيازات ويرسوها أنا بذكر دكتور تامر محمد أحمد اللي هو في كلية الانتربولوجي في جمع الخرطوم كان قدم لنا محاضرة في اعتصام القيادة العام كان عندنا خيمة الباحثين السوداني هناك أنا كنت مدير المنصة والمحاضرة كان عن مستويات تسجد بس يعني تسجد بس ليست سجود البشير تسجد بس ليست تغيير وزراء ولا كده إنه تسجد بس هي إنه الناس المبالفئات الأضعف في المجتمع تلقى وتلقى الطريقة بتاعت المشاركة وتلقى الامتيازات الكامب يستمتعوا بين الناس القريبين من السلطة مش كده أيو أيو وإنه ما ده طبعا الريبريز أيو أقول فاصل هناك ناس لا مستعدين يتنظروا عن الامتيازات الناس اكتسبوا الامتيازات خصوصا بينهم كانوا قريبين لسلطة الكيزان مثلا النظام الباعد القرابة بتاعت المصاهرة الحزاب السياسية المنشئة الحديثا على الساس إنه تدخل تشارف في كهرة السلطة أو كده فالتمويد العملية والدولة مفرسة حاليا هيحصل كيف بتقدير جدا ده سؤال طبعا عملي جدا وسؤال مهم جدا جدا أنا كبير حاولت أمر منه سريع لأنه كنت مركز على جزور الأزمة أولا وإنه الحلول بس تكون كيف لكن مسألة التمويل مدام إنت خبرة أيو في ثلاثة حلول بس لكن قابليها حاجة مهمة جدا الربريزنتيشن دي حاجة مهمة جدا لأنه ده فو تغييب للوعي الربريزنتيشن دائما الناس يتحدثوا عنه في مستويات الدولة العليا ده غالط طوالي ده ما بيستمر ما ده ما بيستمر لما يتجيب وزير مثلا من جبال النوبة أو دارفور أو البحر الأحمر حصلت إنه من نياركم الناوي جاء كبير سعيدية طبعا طبعا أو الشي ما في الضمانات لا يستمرار وبعد ذلك هو نفس بيكون زائف تمثيل المرأة برضو في السلطة أجهزة السلطة العليا من كنود يعني البرلمان حتى كمان ما لم يختار ما الشعب يعني المرأة تجي عبر دوائر يختار الشعب وقلنا عملنا حلقة كاملة للمرأة حلقة كاملة نصر جعلها إنه في الحقيقة برضو أكتر نظام في تاريخ السودان عمل تمثيل كبير للمرأة في مؤسساته وفي برلمانه وصل 25% فعلا مرات 40% لكن أكتر وقت تم اضطهاد المرأة فيه والجلدة وتعذيب وتفتيش واحتغار وعمل غوانين ضدها هو في النظام ده زائف عشان نقول لك إنه تمثيل الفوق ده زائف الإنغاز أيها بالضبط نظام الإنغاز الإنغاز طبعا شاركوا أمان الإخوان المسلمين بس شاركوا فيها أناس كثيرين للأمانة يكونوا منهم كمان أما قصة التمكين ليس قصة تانية ما أسعى الناس ده موضوع تاني إنه يعني موضوع التمكين ده ما ماشي وعنده لجان وعنده كده ده ما بعطل تمثيل وما بعطل ما بعطل حاجة يعملوا بلاك ميل أو كده ده كله بيحصل طبعا هم نافذين عندهم موال وكده لكن دي أنا بفتكرة دي كلها بجو حل يعني دي ما بتكون دي ما القضية لأشياء أما التمثيل ده التمثيل ده لازم نعيل لها بدقة شديدة جدا أول شي المرحلة الانتغالية مفترض إنه ما نعيل تمثيل فيها ما ممكن وممكن يمثل الأغليل مستحيل 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 ما ممكن لذلك أنا أبرشياتي جدا وثمين جدا إنه الحركات المسلح فيها الجبهة الثورية وعبدالواحد والحلو معظمهم هم ما مركزين على المستوى الأعلى من التمثيل وضيح صافة كبيرة جدا منهم إنهم مركزين على بنيات الدولة نفسها يعني البنيات بتحت الغطاعات بتحت الدولة نفسها التحتية ده التمثيل الحقيقي وده اللي بيعمل البيس السصطنابلة فعلا وبحقك فعلا إذن الدولة بتكون ريبرزنتي الفوق دي بعدين بتجي الانتخابات وإيه أغلين بيجيب ناسه ممكن يجي رئيس الوزراء من دارفور أو يجي من البحر الأحمر أو يجي من جبال النوب أو يجي من النيل الأزرق أو هكذا يعني دي بعدين التمثيل وشعب يجيب نساء المرة الجاية نحن نقول الحلول للمرأة التم كيف يعني يعني الفعل بتاع المرأة التم كيف يعني الناس المتابعين يليفهم الموضوع ده في حلقة كاملة أظنها الحلقة الثامنة أو السابعة السابعة تأمري الحلقة السابعة السابعة بالضبط إنه كيف تمثيل المرأة ممكن يتم فعلا حقا ويعني فعلا إنه إذن المرأة ممثلة في هياكل الدولة لكن ما بالتعيين ما بالتعيين أما قصة التمويل قصة التمويل طبعا التمويل السلام فيه ثلاثة طرق الليو الطريقة الأول هو كط في الميزانية نفسها يعني الميزانية أنا يعني كط المرة دي إنه في كماليات كماليات محددة بتصرف عليها الدولة مفترض يحصل فيها كط بين البط العامة يعني الشعب أنا قلت فيه تكلف لازم الشعب يتحمل بعض التكلف عشان يتحقق السلام عشان تحصل الرفاهية والميزانيات اللي بتصرف على الحرب والأمن والصراعات القبلية والحاجات دي تجيف بعد ذلك بتجي فائض للميزانية يتم الدعم دائما للأساسيات وبنمشي بالتياه الرطاهية والحضارة والنهضة درغم واحد ده إذا استحال أو إنه ما كفاية والغالب إنه ما كفاية فلازم يتم استدانة يعني عادلة من أجل هذه الغضايا يعني استدانة من الخارج اتنين لازم نحن كمان نستخدم علاقاتنا في الأغليم لأنه الأغليم متداخل معنا والسلام كثير ما كل المناطق يعني ما كل العالم الحول عنده مصلحة في السلام لكن في شعوب ودول حولنا عندها مصلحة في السلام والاستغرار في السودان عايزة بيزنس في السودان عايزة سلام للشعب السوداني عايزة سلام لنفيس عايزة الشعب السوداني يشارك معها في النهضة وفي الاقتصادية وكذا دي برضو نحن نستطيع أن نستخدم علاقاتنا في الأغليم وعلاقاتنا في العالم من أجل تمويل السلام لأن السلام محتاج تمويل في الحقيقة صحيح وبرضو كمان الحركات المسلحة والناس الوايس الفعلا هما وايس مفترض يكون يعني تكون الطلبات معقولة وعاغلة وتحقق بالزبط المطلوب دون أن يكون الطموحات فائضة بعد ذلك في حاجة مهمة جدا وخطيرة جدا السيقة السيقة دي لازم تتوفر يعني برضو الصغر تتوفر كيف عبر الخطوات العملية عشان تجي يعني فعلا أنه الناس يجو ويشاركوا في مؤسسات الدولة بطمانين لازم يكون في ترتيبات محددة عند علاقة ببناء السيقة مش الترتيبات الأمنية فقط بناء السيقة ذات لغيادات وأعضاء وكوادر الحركات دي نفسها لما تجي تستلم مواقع داخل مؤسسات الدولة أيا كانت لازم تكون الأرض ممهدة فعلا لأنها تعمل وتؤدي المساهمة بتاعتها على الوجه الأكمل دون عقبات دي برضو حاجة مهمة جدا أنا كده أظن حاولت جزيرا سيد محمد كماردين يعني اليوم الحلقة العاشرة كانت حلقة مهمة جدا جدا خصوصا أنه بلدنا حاليا يعني فيها كمية بتاعة إزاعات وتمسفرات يعني بتاعة عم ما مطلوبة شكرا جزيلا سيد محمد جدا واصل إن شاء الله من حلقات القادمة شكرا لك دكتور أنوار وشكرا لأخونا ياسين وإنه تاني بنحتزل للناس إنه اللايف الأول يعني هي الحلقة العاشرة كان بديناها وحصل بظروف فنية عند دكتور أنوار وشكرا له حلاها وجمعنا شاب في القفا هو يعني بيعمل أسرق معنا اسمه ياسين تحية له وتحية للشباب والشابات في منظر الباحثين السودانين وتحية لجميع الشباب والشابات المتابعين اللايف دا وأنا قلت دائما بأنه أنا دي ما محاضرات وأنا أمتلك يعني غمة الحكمة وأنا بالتالي سعب حاضر محاضرات عظيمة جدا أنا مشعوري نحن عندنا أزمة الأزمة دي نحن كلنا مستوعبان يعني مستوعب كل طاغاتنا ومهدر كل طاغاتنا نحن مفترض نتفرغ للبناء والأطب يتفرغ يفتش لقاحات لكورونا والصياد يعملوا أدوية والغانونين يطوروا صيغة غانونية والمعلمين يدرسوا تدريس كويس والعمال يشتغلوا كويس والمزارعين يشتغلوا كويس في مزارعهم والعمال يشتغلوا كويس في مصانعهم يكون دهمهم ما همهم كلهم الأزمة 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 دي هي دائرة التخلق بشكل مستمر بتهدر طاغاتنا بتكسر مؤسسات الدولة بتهدر حتى نفسياتنا يعني وتجعل الناس غير سعيدين وفقرة ومعذبين لازم نحن نكتهد في أن نحقق السلام السلام بمعناه الشامل والسلام ليس مع الحركات المسلحة الرافع السلاح فقط وليس مع الأحزاب الموجودة في الأطراب فقط إنما السلام بيننا على جميع المستويات نحن حتى في المستوى المدين يعني الكيانات الموجودة في المدينة تيمعات المهنيين والحرفيين والنغابات بتتشغغ بتتحارب بتنتهك شخصيات بعض وحقوق بعض بتكوش صراعات صراعات عنيفة لحزاب السياسية الموجودة في المركز متشاكسة حزب الأم الشيوعي مع حزب الأم نتكلم بصراحة مع السوداني مع الشيوعي كيدة التيارات اليمينية لا ترى شيء غير نفسها وأي جول بس شايف نفسها بس حتى على المستوى الشخصي نحن عندنا نفي لبعض نفي نفي على جمع المستويات ما رضياني من حاجة لا من أشكالنا لا من ألواننا لا من لبسنا لا من طريقة كلامنا لا ما رضياني من أحزابنا السياسية ما رضياني ما رضياني من نيجي ما رضياني من أكلنا وشرابنا ما ما رضياني من مزهرنا ما ما رضياني من ريفنا سميلك دد العوض والنكات كلها احتغار لبعض والقبائل احتغار لبعض وحري وشكل مع بعض دي لازم تقيف ولازم تكون فيه آليات لإيقافة من ضمن هذه الآليات هي طبعا النعي كلنا إنه يعني هذه الدائرة الجهنمية من الاحتراب بتأدي إلى تخلفنا وإحضار طاغاتنا المادية والمعنوية ده لازم ننتبه ليه ونفتش الآليات الموضوعية لإيقاف ذلك والخروج من هذه الأزمة المتطاولة إلى بر النهضة والحضارة والسلام والأمن تلك يا الغضب شكرا جزيلا شكرا شكرا